السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصير للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قواعد اللغة العربية للصف العاشر الجزء الأول الوحدة الثالثة معاني الزيادة في أبنية الأفعال اقرأ ما يأتي واحد سعد المواطنون بما تتميز به المرأة الأردنية من قدرة فائقة في القيادة والريادة أسعدت المرأة الأردنية المواطنين بما تتميز به من قدرة فائقة في القيادة والريادة ثانيا رفق الوالد بولده رافق الوالد ولده في نزهة ثالثا فرحت الأم بنجاح ابنها فرح الإبن أمه بنجاحه رابعا أغلق سعيد البابة غلق سعيد الأبواب خامسا صرف زياد الأطفال عن اللعب في الشارع انصرف الأطفال عن اللعب في الشارع سادسا جمع فراس خالدا وزيدا على الخير اجتمع خالد وزيد على الخير سابعا قسم الوالد ماله بين أبنائه وبناته بالعدل تقاسم الأبناء والبنات المال بالعدل ثامنا غفل عمر عن زلة زميله تغافل عمر عن زلة زميله تاسعا اصبر على الألم تصبر على الألم عاشرا أعانت لبنى صديقتها سرى على إدارة الشركة استعانت سرى بصديقتها لبنى في إدارة الشركة أحد عشر دحرجت طفل الكرة تدحرجت الكرة ثاني عشر طمأن الطبيب المريضة تمأن الطبيب على المريض تأمر الفعل سعدة في المثال الأول تجده فعلا ثلاثيا لازما اكتفى بفاعله وأما الفعل أسعد فقد صار متعديا بعد أن كان لازما قبل زيادة الهمزة فالزيادة فيه أفادت معنى التعدية ونقول إذا بقي الضيف حتى حل وقت المساء أمس الضيف فتدل الزيادة فيه على الدخول في الزمان كما أنها تدل على الدخول في المكان كما في قولنا أنجد المسافر إذا دخل منطقة نجد وإذا تأملت الفعلين رفق ورافق في المثال الثاني وجدت الفعل رفق فعلا ثلاثيا لازما أما الفعل رافق فقد دل على أن الوالد والولد اشتركا في الفعل أي أن كل واحد منهما رافق الآخر وهذا المعنى غير موجود في رفق فالزيادة أفادت معنى المشاركة انظر إلى الفعلين فرح وفرح في المثال الثالث تجد الفعل الأول فعلا ثلاثيا لازما اكتفى بفاعله وأما الفعل الثاني فقد صار متعديا بعد أن كان لازما قبل دخول التضعيف عليه فالزيادة فيه أفادت معنى التعدية أنعم النظر في الفعلين أغلق وغلق في المثال الرابع تجد الفعل أغلق دل على أن سعيدا أغلق بابا واحدا وأما الفعل غلق فيدل على أن سعيدا أغلق مجموعة من الأبواب فالزيادة في الفعل غلق دلت على التكثير وتدل صيغة فعالة أيضا على اختصار حكاية الشيء مثل كبر الرجل أي قال الله أكبر وإذا تأملت الفعلين صرف وانصرف في المثال الخامس تجد الفعل الصرف فعلا ثلاثيا مجردا متعديا وأما الفعل صرف فهو فعل لازم مزيد بحرفين والهمزة والنون وقد صار الفعل بعد الزيادة لازما فأصبح المفعول به الأطفال فاعلا في الجملة الثانية فدلت الزيادة فيه على معنى المطاولة والمطاولة تجعل الفعل المتعدية لازما وإن تأملت الفعلين جمعا واجتمعا في المثال السادس تجد الفعل الأول فعلا ثلاثيا مجردا وأن الذي قام بالفعل هو فراس وحده أما الفعل اجتمعا فهو فعل مزيد بالهمزة والتاء ودلت الزيادة فيه على أن الذين قاما بالفعل هما خالد وزيد معا فالزيادة في الفعل دلت على المشاركة كما في الفعل تقاسم في المثال السابع وفي المثال الثامن أفاد الفعل تغافل معنى غير المعنى الذي أفاده الفعل الثلاثي المجرد غفل فالفعل غفل دل على أن عمرا غفل عن زلة زميله حقيقة وأما الفعل تغافل فقد دل على أن عمرا قد تظاهر بالغفلة أو الغفول عن زلة زميله ولم يكن حقيقة غافلا فزيادة التاء والألف في الفعل غفل أفادت معنى التظاهر وتجد في المثال التاسع أن الزيادة في الفعل تصبر أفادت معنى بدل الجهد ومغالبة الصعاب فزيادة التاء وتضعيف العين أفادت معنى التكلف وتفيد أيضا معنى التدرج كما في قولنا تفهمت المسألة أي فهمت المسألة شيئا فشيئا وتجد في المثال العاشر أن الفعل أعانى فعل دل على أن لبنى قدمت العون لزميلتها فالفعل وقع حقيقة دون طلب وأما الفعل استعانت فهو فعل مزيد فيه ثلاثة أحرف الهمزة والسين والتاء ودل الفعل على طلب العون فالزيادة أفادت معنى الطلب وتدل زيادة الهمزة والسين والتاء على معاني أخرى مثل الصيرورة نحو استحجر الطين أي صار الطين حجرا وإذا تأملت الفعلين دحرج وتدحرج في المثال الحادي عشر تجد الفعل دحرج مكونا من أربعة أحرف أصلية وهو فعل رباعي مجرد متعد وحين دخل حرف التاء الزائد عليه أصبح فعلا رباعيا مزيدا بحرف واكتفى الفعل بفاعله فالزيادة فيه تدل على معنى المطاوعة أي أن الفعل طاوع الفعل فاعلة في وقوعه أو حدوثه وتأمل الفعلين طمأنة واطمأنة في المثال الثاني عشر تجد أن الفعل طمأنة مكونا من أربعة أحرف أصلية وهو فعل رباعي مجرد متعد وحين دخل حرفات زيادة عليه الهمزة وتضعيف لامه أصبح فعلا رباعيا مزيدا بحرفين واكتفى الفعل بفاعله ودلت الزيادة فيه على معنى المبالغة وثمت معاني أخر للزيادة في صياغ الأفعال لم نذكرها اختصارا والاستياق دور كبير في تحديد معاني الزيادة في صياغ الأفعال نستنتج مما سبق أن الزيادة تأتي في صيغته أفعل للتعدية وللدخول في المكان أو الزمان فاعل للمشاركة فعل للتكثير وللتعدية ولاختصار حكاية الشيء انفعل للمطاوعة افتعل للمشاركة تفاعل للتظاهر وللمشاركة تفاعل للتكلف والتدرج استفعل للطلب وللصيرورة تفعل للمطاوعة فعل للمبالغة تدريب رقم واحد فرق في المعنى بين صياغ الأفعال التي تحتها خط فيما يأتي أولا علم زيد المسألة خطحت علمه علم المعلم زيد المسألة خطحت علمه ثانيا مرض ماجد خطحت مرضة تمارض ماجد خطحت تمارضة ثالثا جلس فراس متأدبا خطحت جلسة جالس فراس صديقه بأدب خطحت جالسة رابعا قال المتنبي وجاد مغناك يا واد الأراك حية يضاحك البرقة في كل وطفاء خطحت يضاحك قال ابن الرومي ولا تنم عن نرجس مؤنس يضحك عنه الزمان القاطب خطحت يضحك خامسا قال شرف الدين الحلي إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى خطحت بكى وتباكى تدريب رقم اثنان بين المعنى المستفاد من الزيادة في الأفعال التي تحتها خط فيما يأتي أولا قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون خطحت انصرفوا ثانيا استأسد الجنود في الدفاع عن وطنهم خطحت استأسد ثالثا أبحر المسافر خطحت أبحر رابعا تصالح الخصماني خطحت تصالح خامسا استكتبت ساندي زميلتها مقالة أدبية خطحت استكتبت سادسا تلاقت الشعراء في مهرجان جرشة كما كانوا يتلاقون في سوق المربد خطحت تلاقت سابعا لماذا يتعامى بعض الناس عن حقوق الآخرين خطحت يتعامى تدريب رقم سبعة اجعل الأفعال التي تحتها خط مزيدة موضحا المعنى الذي أفادته الزيادة مع إجراء التغيير اللازم أولا ثنى قصي ورقة الاقتراع خطحت ثنى ثانيا لا يجهل طارق ونسرين قانون الأحوال الشخصية خطحت يجهل ثالثا حنيت الحديدة خطحت حنيت رابعا قرب موعد الانتخابات فانتخب المناسب خطحت قربة تدريب رقم ثلاثة هاتي الفعل المجرد في كل فعل مزيد تحته خط فيما يأتي أولا قال تعالى وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلِأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَا يُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ خطحت فَلَا يُبَتِّكُنَّ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ثانيا قال رسول الله اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن خطحت اجتنبوا قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ثالثا أوصل الدليل السياحي السائح إلى القلعة خطحت أوصل رابعا لن ينقطع حبل المودة والإخاء بيننا ينقطع خامسا امتزجت الألوان مشكلة لوحة فنية رائعة خطحت امتزجت سادسا ما أجمل أن نستقبل أيامنا بفرح وتفاؤل خطحت نستقبل تدريب رقم خمسة أدخل أحرف الزيادة على الفعلين نسي وحكم ثم ضع كل منهما في ثلاث جمل مفيدة والحظ المعنى الذي أفادته الزيادة تدريب رقم ستة أولا استخرج من الجمل الآتية صيغة تدل على واحد من المعاني الآتية ألف اختصار حكاية الشيء با الصيرورة جيم المطاوعة دال التكلف ها المشاركة واو الطلب زين التدرج ثانيا استأذنت أمي أن أذهب في رحلة قصيرة مع أصدقائي ثالثا تجاذبت إسراء وأمان أطراف الحديث بشأن التخصص في الجامعة رابعا تجرع المريض الدواء في وقته بحسب تعليمات الطبيب خامسا لن يستنسر البغاث في أرضنا سادسا مختلف إياد وعبير في نشر ثقافة التعايش ونبدي التطرف سابعا انطلقت حملة التوعية بحقوق المرأة وحقوق الطفل في موعدها المحدد ثامنا سبح الرجل بحمد ربه تاسعا قال يزيد لأخيه وأخيرا تشجعت وعزمت على المشاركة في المسابقة تدريب رقم سبعة اقرأ ما يأتي ثم أجب أولا قال تعالى وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون ثانيا قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ثالثا قال الأعشى في مدح الرسول نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد رابعا قال ابن الساعات وما هم من الصيد الكومات وإنما قد استأسد السنور لما تفرد خامسا من آداب الحوار والنقاش أن تستأذن قبل المشاركة استخرج مما سبق ألف أفعالا مزيدة أفاد كل منها أحد المعاني الآتية الدخول في الزمان التكلف التعدية الطلب با مصدرا لفعل ثلاثيا وآخر لفعل غير ثلاثي تدريب رقم 8 ضع الأفعال المجردة الآتية في الصيغة المزيدة تفاعل لتدل على معنى المشاركة قسمة عرفة درسة تدريب رقم 9 ضع الأفعال المجردة الآتية في الصيغة المزيدة أفعال لتدل على معنى التعدية قام رجع عاد تدريب رقم 10 ضع الفعل المجردة قشعر في الصيغة أفعال لتدل على معنى المبالغة تدريب رقم 11 تحدث في دقيقتين عن أهمية الحفاظ على الغابات والأشجار الحرجية في الأردن موظفا الأفعال المزيدة مع استفاء معاني الزيادة ما أمكن تدريب رقم 12 صمم على الحاسوب خريطة مفاهيم لدرس معاني الزيادة في الأفعال ثم عرضها أمام زملائك تدريب رقم 13 تبادل الأدوار مع أفراد مجموعتك فليعطي أحدكم جملة فعلية تحوي فعلا مزيدا على أحد الأبنية التي درستها ثم يذكر آخر وزن الفعل وثالث المعنى الذي أفادته الزيادة